بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي التلاميذ عزيزات التلميذات اليوم مع درس جديد لمستوى أولى إعدادي درس متوازل أضلع والربعيات الخاصة فعللوغرام إكواد غلاتيخ بارتكولي إذن هذا الدرس كذلك سنقوم بترجمة هذا الدرس إلى اللغة الفرسية بالنسبة لتلاميذات المصار الدولي إذن في البداية سنقوم بالتعريف ب متوازل أضلع ديفينيغ بارلوغرام إذن بالنسبة للتعريف ديال متوازل أضلع سوف نرسم أولا متوازل أضلع إذن هذا رباعي متوازل أضلع كوات غلاتيخ بارلوغرام الرباعي المتوازل أضلع كيف ما سبق لكم شفته في المستوى السادس هو رباعي جميع أضلعي المتقابلة متوازية بمعنى أن A, B يوازي D, C وكذلك A, D يوازي B, C إذن رباعي متوازل أضلع جميع أضلعي متقايصة بارلوغرام للمعنى أن والتعريف أيضًا اورجبين أضلعي ل prevalence وَعِيدٌ فَقَلِلَا رَبَعْ يَمُتَوَازِلْ أَدْلَحِ فَا إِنَّ جَمِيْ أَدْلَحِي الْمُتَقَابِلَا تَلْكُونُ مُتَوَازِيَةً Un parallogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont deux à deux parallèles سَنَمَرُوا لِلْخَسِ الْأُوْلَا إِذَا كَنْ رَبَعْ يَمِيْ أَدْلَحِي الْمُتَقَابِلَا متوازية فهو متوازل أدلع سي أكوات غالتر السيكواتي أوبوزي parallèle 2 إلى 2 إذن أنه خاصية عكسية إذن أن أي ربع جميع أدلعي جميع أدلعي المتقابلة ليس فقط دلعين جميع أدلعي المتقابلة متوازية فهو متوازل أدلع بمعنى سي أكوات غالتر السيكواتي أوبوزي parallèle 2A2 2A2 إذن أنه خاصية عكسية مثلا كنا بأننا ABUZDC وADUZBC إذن 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 أنه خاصية عكسية جميع أدلعي المتقابلة متوازية فإنه ربعي متوازي أدلع سي أكوات غالتر A2A2 deux côtés opposés 2A2 سي أكوات غالتر Dans un parallélogramme les côtés opposés ont la même longueur Dans un parallélogramme les côtés opposés ont la même longueur جميع أدلع المتقابلة تكون متقايصا لأنه خاصية عكسية كل ربعي جميع أدلع المتقابلة فهو متوازل أدلع سي أكوات غالتر à ces côtés opposés 2A2 de même longueur alors c'est un parallélogramme لأحيد المتقابلة A, B يقايص دسي وَا د يسأوي بسي donc on remarque que A, B et دسي ils ont même longueur regardez bien le codage et A, D et بس ils ont même longueur on dit que ce quadrilatère est un parallélogramme إذا l'amor الآن إلى الخاصية الرابعة كل ربعي له دل عين متقابلين متوازيين ومتقاييسين فهو متوازي الأدلع ها تقرأ أولا الخاصية بالفرنسية سي أكوات غالتر à deux côtés opposés parallèle est d lockur alors c'est parallèle all dank l'a l'an في الخاص l'a or la l'a sur le الذين ذي العين فقط أبي يوازي دي سي و أبي كذلك يقايس دي سي. إذن أعيد في الخاصة الأولى قلنا بأن جميل أضلع المتقابلة متوازية. وفي الخاصة التانية قلنا جميل أضلع المتقابلة متقايسة في هذه الخاصية فقط ذي العين ولكن بالخاصيتين معنى بمعنى لهم نفس القيس ومتوازيين c'est un quadrilatère à juste deux côtés opposés en même longueur et en parallèle donc c'est un quadrilatère. Donc remarquez c'est juste deux côtés opposés en même longueur et en parallèle donc c'est un quadrilatère donc أرجاء للخاصية كل رباي له دي العيني متقابلين متوازين و متقايسيني فهو متوازي الأضلع. C'est un quadrilatère à deux côtés opposés parallèle et de même longueur alors c'est un parallèle un quadrilatère c'est un quadrilatère ثم بعد ذلك ثم تقوم بإعادة تشغيل الزر هذا هو الشكل الأجزمبل لهذه الخاصية نمر للخاصية الخامسة الآن تخلصنا من الأضلاح سنمر إلى الزوايا الخاصة بالرباع المتواز أضلاح إذا كان الرباع المتواز أضلاح فإن زواياه المتقابلة متقايسة الزوايا المتقابلة متقايسة dans un parallélogramme les angles opposés ont la même mesure إذا كان الرباع المتواز أضلاح فإن زمي أضلاح متقابلة متقايسة الآن خاصية الخاصية كل رباع الزواياه المتقابلة متقايسة فإنهو متوازي الأضلاح c'est un quadrilatère à ces angles opposés deux à deux de même mesure alors c'est un parallélogramme مثل إذا تبرنا هذا متواز أضلاح فإن الزوايا A تقايس من الزوايا C والزوايا D تقايس زوايا B لماذا؟ لأنهما الزوايا تاني متقابلة تاني وإذا كان الرباع المتقابلة تاني متقايسة تاني فإن الرباع متوازي الأضلاح si un quadrilatère a deux angles opposés ils ont la même mesure alors c'est un parallélogramme alors le contraire c'est un parallélogramme c'est-à-dire que tous les angles opposés ils ont la même mesure A teclal A C et B teclal A D الآن سنمر criminalisation إلى الخatstie السادسة إذا كان الرباع المتوازي الأضلاح فإن قطره لهما النفس المنتصف إذا كان هذه الخatstie متعلقة الآن بالقطران بعدما ش joint الأضلاح والزوايا الآن نشوف القطران إذا كان الرباع المتوازي الأضلاح فإن قطره لهما النفس المنتصف donc nous avons un parallélogramme le diagonal le diagonal diagonal le diagonal ولكن بالنسبة دائرة كنغولو دائرة donc لديagonال سوكوب en leur milieu appelé centre du parallélogramme لخاصة لعقسية لكوال روباء يقول لك لأنه مانفس المنتصف فاواموتاواز الادلا سيديagonال دائرة quadrilater سوكوب en leur milieu alors سيطر un parallélogramme متل A B C D لحما يقول لك لديagonال O المنتصف 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 دائرة دائرة السي إذا كان O موسى القترين فإن روباء متوازي الادلا والأكس إذا كان روباء متوازي الادلا فإن القترين لهم نفس المنتصف سيديagonal سيديagonal a 2 diagonales سوكوب en leur milieu سيديagonal un quadrilater a 2 diagonales qui y ont même milieu سيديagonal c'est à dire que ce quadrilater c'est un parallélogramme نتفي بهذه الحصة بمتواز أضلح وسنرى في الحصة المقبلة الربعية الخاصة أي المعين المستطيل والمربع لزنج قبل أن نمر سأقترح لكم طريقة إنشاء طريقة إنشاء ربع متوازي الأضلح لاحظوا معي الآن إذن نرسم أولا القطعة A-B ثم نرسم القطعة A-C مختلفة على القطعة A-B ثم نأخذ البركار الكمبان ونأخذ القطعة A-B ونأخذ القطعة A-B تقايسها تلاقى من السل لأن القطعة لأن القطعة لأن دلعان لما نفس القيس ثم نأخذ القطعة A-C ونأخذ القطعة B-B تقايس القطعة A-C نقطة تقاطع القوسين هي النقطة الرابعة بحيث يكون الربعي الآن متوازي الأضلح ولا ننسى بإستعمال الرمز دلتقايس لكوداج دم شكرا لكم الحصة المقبلة إن شاء الله سنقوم بدراسة باقي الربعيات الخاصة شكرا لكم اشتركوا في القناة